السلام عليكم مرحبا بكم على قناة أم أماني إن شاء الله رأكم كامل بخير وبصحة جيدة اليوم إن شاء الله رح نشارككم حلوة خفيفة الضريفة والذوب في الفم هذه الحلوة مقاديرها بسيطة طريقة تحضيرها سهلة وتقطع كمية مليحة تولم لي فطور الصباح أو قهوة المساء أكيد الكثير مننا يحوز على هذه الوصفات الاقتصادية السهلة اليومية حلوة بزاف هشة والذوب في الفم رح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله نبدأ على بركة الله يمقتكم هذه الوصفة مقاديرها بسيطة رح نحتاج فيها إلى 250 جرام زبدة أو مارغارين بحرارة المطبخ كاس من سيكو غلاس أو السكر الناعم حجم الكأس هو كأس بحجم 220 ميلي لتر نحتاج أيضا إلى 2 حبات بيض 4 مغرف كبار من الفارينا مغرف صغيرة من لفاني نصف كيس خميرة كيميائية ما يعادل 5 جرامات ونشاء أو نشاء الزورة أو المايزينا هنا الكمية على حسب الحاجة كما رحكم تلاحظوا البنات هذه الوصفة رح نحتاج فيها فقط إلى 4 مغرف كبار فارينا والباقي رح نضيفه مايزينا أو نشاء نحط المارغارين أو الزودة اللي تكون بحرارة المطبخ يعني نخرجها قبل من سلاجة نضيف لها كمية سيكو غلاس هنا عندي كاس بيكوش معمر بزاف ويبقى السكر على حسب الضوء كمية الفاني البيض هنا عندي 2 حبات بيض ورح نخلط هل المكونات مع بعض أنا استخدمت خلاط الكهربائي الأخوات ما عندهمش خلاط الكهربائي يستخدموا اليد رح نخلط المكونات حتى تندمج مع بعض ويضب السكر في البداية تكون سرعة الخلاط ناقصة من بعد رح نزيد في السرعة ونستمر في الخلط حتى نتحصل على خليط كريمي أبيض بهذا الشكل في هذه المرحلة نوقف الخلاط الكهربائي ونضيف كمية الفارينة اللي هي 4 مغارف كبار والخميرة الكيميائية ندخل الفارينة في الخالط رح نتحصل على الخالط اللي يكون بزاف طري رح نبدأ نضيف المايزينة أو نشغل غير بالعقل ناكي ما نعرفوا البنات أنه المايزينة بزاف خفيفة لذلك رح ندخلها غير بالعقل بلا ما نعجن العجينة نا رح نضيف المايزينة حتى نتحصل على عجينة لما تكونش طريقة بزاف وما تكونش يابسة هذا هو قوام العجينة تكون بهذا القوام هذه الحلوى رح نحضرها بهذا المول هذا مول بلاستيك وليس مول سيليكون يعني رح نرخيصها لتاع السيليكون سعره في متناول جميع شريطه 15 ألف وراه متوفر عند اللي بيع لوازم الحلويات هنا قبل ما نستخدمه رح نرش عليه كمية من المايزينة أو النشاء هكذا نجنب أنه العجينة مركز قشك نشكلها من بعد رح نحي الكمية الزائدة من المايزينة ما بالنسبة لي طريقة التشكيل كان ينزوج طرق كان طريقة الأولى لنشكل بالحبة هي تشد شوية وقت ولكن يعني العجينة رح تحافظ على الشكل كنخرجها من المول وما تتعبناش كان الطريقة الثانية كنحط العجينة في المول مرة واحدة من بعد نقطحها هذي رح تتعبنا كنخرجوها من المول والعجينة شوية تتخسر كنخرجها يعني أنا رح نعطيكم زوج طرق وانتم ما اختاروا الطريقة لتساعدكم هنا ناخد كمية من العجين نشكلها على شكل حربوش ندخلها داخل المول هنا بالنسبة لي الطول الحلوى على حسب ما تحبوا نشكلها جيدا خاصة على الأطراف يعني تافذ شكل المول من بعد رح نضغط رح تخرج بكل سهولة لاني استخدمت الميزينة هذا هو شكلها هنا كما قلت لكم بالنسبة لي الطول كما تحبوا أنا هنا رح نحسب سبع خطوط من بعد نقطع هكذا رح تجيني كل حبات متساوية بعد ما نقطع رح نعدل العجينة و رح نحطها في سينية الفرن هذا هو شكلها رح نحطها في سينية الفرن من بعد رح نشكل العجينة بالطريقة الثانية رح نرش الميزينة أو النشاء في كل المول نحي الكمية الزائدة يعني بنفس الطريقة و رح نشكل حربوش من العجين و ندخلو داخل المول من بعد نخرجو هنا البنتك نخرجو رح يتعبني شوية و من جهة الثانية رح تتخصر شوية العجينة انتو ما استخدموا الطريقة لتساعدكم هنا نخرج العجينة هنا رح تخرج من جهة الاولى بكل سهولة و جهة الثانية رح تتعبني و رح شوية يتغير شكلها في هذ الجهة أنا رح نكمل نشكل العجينة أنا كموقت لكم استخدمت الطريقة الاولى رح نكمل ان نشكل العجينة بنفس الطريقة في كل مرة رح نرش المول بالميزينة و نحي الكمية الزائدة بعد ما نشكل العجينة رح نحطها في سينية الفرن و ندخلها الفرن يكون مسخن مسبقا على مية وستين درجة مئوية رح نشعل الفرن من تحت بعد ما الطيب رح نشعله غير شوية من الفوق يعني لازم الحلوة تحافظ على لونها الأبيض من الفوق هذه الحلوة بعد ما خرجتها من الفرن خليتها بردت كما رح كم تلاحظوا حافظت على شكلها أنا حمرتها شوية من تحت و من الفوق اللي ما قلت لكم نشعل غير قسمة طيب فقط يعني ما لازمش تتحمر من الفوق و رح نلسقها بكمية من المربة و نزينها بنواد كوكو أو جوز الهند و يبقى التزين اختياري هنا رح نحط كمية من المربة و رح نلسق الحلوة هنا نحط كمية من المربة على الأطراف و نحي الكمية الزائدة من بعد رح نغتصها في نواد كوكو نحط كمية من المربة على الأطراف هذا هو الشكل النهائي للحلوة بعد ما لسقتها بالمربة و زينتها بنواد كوكو كانت حلوة سهلة التحضير مقادرها بسيطة بزاف بنينة و تذوب في الفم هذ الكمية تقطع لي 30 حبة بهذا الحجم يعني حجم الحبة رو كبير إذا كان حجم الحبة أقل رح تقطع لي حتى 40 حبة يعني كمية لبس بها هنا رح نقسم لكم الحلوة كالعادة شوفوا البنات شح الهشة بزاف خفيفة نتمنى لبنات أنكم تجربوها ما بقى لغا نقولكم إلى اللقاء نلتقي إنشاء